وإلى جانب النجوم العرب أيضاً للنجوم الأجانب حصة كبيرة من الحفلات اللي تقام في تبي فمن أيام تواجد المغني العالمي دافيدو وأحيا حفلين وعلى هامش هالحفلين نحن اجتمعنا فيه بلقاء خاص وتفاصيل في تراكينج ستوري نمبر 2 ولما يكون في دبي دافيدو يحب يستعمل كم كلمة عربي وبترحاب كبير استقبل الجمهور دافيدو في دبي خاصة وأنها الحفل هو الأول بعد غياب سنة عن أحياء الحفلات والسعادة جت بعد حزن كبير أصابه وذلك بتاريخ 1 نوفمبر 2022 هالتاريخ اللي غير لحياته للأبد فدافيد بخسر أغلى ما يملكه ابن إيفاني البالغ من العمر ثلاث سنوات اللي توفى بحادث غرق بمنزله وبوقتها نع حاكم لاغوز بابا جي دي وفات إيفاني وكتب على تويتر الموت يؤلم القلم ولا يمكن للكلمات أن تشفي بس دافيدو لقاب الموسيقى العلم من 17 أغنية سمى وفي ختام هاللقاء دافيد وجه رسالة لروح ابن إيفاني مان إيفي I love him so now and I miss him so much you know what I'm saying that was my boy I know, cause like even with the album life is different like the way everything is just going up so I tell everybody like yo it has to be my son there's a lyric I said in my album and I know say you they watch me from up there I know good life say you weakly but I stay strong and I stay fierce which means I know you're watching me from up there what's happened broke me but I have to stay strong and stay fierce وليبقى محافظ على قوته دافيدو مشغول بعدة مشاريع فهو يتحضر لإطلاق البوميديد قريبا وأيضا يتحضر لجولة حفلات بعنوان تايملس بيجور فيها أوروبا، آسيا وأميركا ابتداء من أول من يوليو وهذا مشكل شيء فهو يخطط لإنشاء أكاديمية خاصة بتعليم رياضة كرة القدم للأطفال وعلى ذكر الأطفال حاليا يتواجد ضمن معرض الشارقة القراءة للطفل الأطفال ماسكا اللي اشتهروا برقصاتهم اللي تهدف لجمع التبرعات في سبيل تعليم أطفال أفريقيا وهالأطفال قدموا عدة عروض رقصة وغدا أيضا راح يقدمون عرضين